مستمرين معاك كابتن ايمان وديوفك ولكل مشاهدي قهات النادي الاهلي معي الكابتن سامي امسا مدرب النادي الاهلي بعيد فوز النادي الاهلي على فريق غازل محلها بثلاث هداف مقابل لشيء كابتن سامي بقولك الف مبروك النهاردة مباراة قوائق جدا مباراة صعبة وفريق عنيد وطالع طبعا الدول ممتاز وعنده طموحات وامل ولكن النادي الاهلي النهاردة قدر تعمل عن مباراة بشكل قاودا بعد غياب طبعا مستر مسماني عن إدارة هذه المباراة طبعا تم حياتي كابتن ايمان طبعا وليوفه وزو لو انتعالت مباراة مهمة جدا مراسعبة جدا خصوصا متلعبان فرقة لسه صعبة عندها طموح كبير فرقة كبيرة عندها تاريخ كبير جدا بتعمل مع describes status كثيرة تعملوا ان dirige النادي الاهلي الفرقة الكبيرة مطش الفات كان عملين مطش أداء مميز جداً خصوص الشوت تاني تعدلوا ما أسموحها وقدروا اللي هو كانوا متأخرين طبعاً تأثرنا شوية طبعاً بعد موجود بالمسطر المسلميني لكن الحمد لله كان عندنا سيقة طبعاً في كل ناس اللي موجودة اللي هي بقدت أداء كويز جداً خصوص الشوت تاني الحمد لله كان عندنا فرص كتيرة ممكن الشوت الأولاني ما قدرناش نستغل الفرص اللي جات لنا يعني سبق كهرباء وجراد والفرصتين كانوا ممكن يفتحونا المطش بادري لأن انت عارف المطشات دي مهم جداً انت تجيب بجوم بادري عشان يقدر المطش يتفتاح ويطار ناس تبدأ يتهاجم في حصل مساحية تقدر تعمل تشتغل تاني بقى المساحية دي تقدر تعزز الجون فالحمد لله أعتقد ده اللي حصل الشوت التاني قدرنا جيب بجوم بادري وبعد كده الحمد لله سجلنا التاني والتالت وكان عندنا فرص أكتر لكن الحمد لله أخدنا المطلوب من المباراة وإن شاء الله نركز في المباراة الجاية بقى إن شاء الله تعملتوا عن مباراة فنيا يمكننا خلته شريف راح نحي تليمين أو راح نتشمال وراح صالح محسن فيروت في التبديلات وقدرتوا تعملوا إيرباك لدفاعات فريغ غاز المحلة وشريف سريع وقاربة سريع وصلاح سريع عملتوا إيرباك كبير كده من فريغ غاز المحلة ويمكن ده اللي احنا مش عاليه من أيام برضو مصر المسلمين يعني هو بيشتغل على أدوات لأنه ده أسلوب لعبي يعني مش هيتغير احنا بنكمل الرشول للراجل وده اللي الحاجات اللي هو بيشتغل عليها في التمرين واللي الحمد لله كان مرضودها موجود يعني مهم جدا في الفرقة اللي بتبقى عندها كسافة في التلت الأخير خصوصا إن انت تشتغل بالحركات متعيدش بالمراكز تقدر تعمل تستلم في ظهر الناس ممكن شرف تستغل لسرعاته المعتادة يعني ويقدر يستغلها كويس ويقدر سأجل الجون كويس جدا نفتح لنا به الماتش وبعد كده صالح برضو عمل الجون التالي تعتقد كويس جدا برضو فهو الحمد لله مرضود كويس وإن شاء الله بتنظرين مزيد أكتر إن شاء الله فتر نهاردة بعمر السولية ولكن شعر بكاد ما ممكن في التمرين مبارح نهاردة شعر بيه فما ترتوش تدهو بيه فالبدأت بحمد الفتحي معالي ديانج وما حسناش بغياب عمر السولية النهار زي ما انت قلت التلاتة على أعلى مستوى معهم كمان أكرم طبعا الحمد لله من أفضل الأماكن اللي عندنا فيها كسافة عندنا فيها لعبة كويسة ممهزة ما بنقلقش من أي حاجة السولية العيب مميز جدا وعنده خبرات كبيرة جدا وأعتقر عمود من عمدة الفرقة يعني ممكن عندنا ممتعب مصر برضو عندنا مباراة مهمة كان مهمة جدا نحن نحافظ على أيام كان زي ما انت قلت وشعر بشوية في التسخين يعني لكن الحمد لله قدرنا نغير لا ان شاء الله ممكن ياخد ليومين وراحة دولة يفرقوا معا طبعا وان شاء الله يجب معنا من مطشف ركا بإذن الله نهاردة بنشوف بيك هم بيلعب أكرم بيلعب كله بيلعب حتى ياسر كمان بتنزلوه نهاردة الروتيشن كويس جدا مع طاقة المباريات بتتعاملوا مع تبديلات ولا أروع الحمد لله برضو ده من خلال برضو الراجل الراجل ما توصل معنا على طويل يعني مهم جدا زي ما انت تقول اللي بي عندنا في كل مكان لعيب واتنين احنا بنلعب من أكتر فرق احنا والفرق طبعا بتلعب في أفريقيا من أكتر فرق بتلعب متشاط بتخش في حوالي حاجة وخمسين مطشة المهمة جدا لانت تعمل الروتيشن كويس مهمة جدا لان الروتيشن ده غير لو بيراح لعيبة بيعمل برضو منافسة كويسة بين اللعيبة وده المطلوب يعني بتلعب على كل البطولات مهمة يكون عندك لعيبة في نفس المستوى البديل مهمة جدا يعني فأعتقد الحمد لله نهارده بيشارك لعب المرهة حاجة كويسة أكرم برضو بيواصل صلاح محصن نفس القصة أحمد ياسر رولان في الدايا برضو الحمد لله أعتقد لها كويسة وجوة ديانج برضو ودهنا قوة ياسر إبراهيم طبعا لان ياسر لعيب من اللعيبة الموازة جدا اللعيبة الأسية الموجودة في فرق يعني فأعتقد الحمد لله دي من الحاجات الكويسة برضو اللي احنا استغلناها النهاردة في منبروات النهاردة نهاردة صعبة جدا مع البطل نيجر هنسافر إمتى هنتمرن بكرة ولا بكرة فيها أجازة ولا لسه بردماج متحق لا عندنا بكرة إن شاء الله عندنا بكرة تأمين الصبح وبعد كده إن شاء الله هنسافرهم الحد وطبعا كل شكرا طبعا مجلس الدارة برضو وفرت رخصة ها طبعا رحلة مهمة جدا خصوصا لإحنا عندنا لعيبة نتعارف الصفر في أفريكا دلوقتي صعوبته أكتر خصوصا لكورونا الموجودة فأعتقد الحمد لله من الحاجات الإيجابية اللي هو الكابتين ومجلس الدارة ووفرت لها ووفرت لفرقة الحمد لله إن شاء الله يكون لها مرضو كويس نتعارف البداية برضو في أفريكا مهمة جدا يعني باللعب في أفريق غامض بالنسبان يعني عنده طموع بلعب البطل لا تفرجنا عليه أنا أتكلم على نفس القصة يعني ممكن أنها تبقى قريب يعني من بروفة قريبا من مطش النهاردة يعني في فرقة طبعا هتهمل بروفة نفس القصة بتلعب قدام بطل أفريكيا مهمة جدا اللي هتعمل نتيجة أجابية هيبقى عندها برضو تحفظ شوية فأعتقد الحمد لله النهاردة كان بروفة كويسة إن شاء الله عشان مطش الزهام إن شاء الله مستمسي ممكن يسافر معاك ولا مالحقش والله هو المفروض إن شاء الله يعمل المسحة بكرة معنا وإن شاء الله ربنا يستلموه يبقى معنا إن شاء الله حتى لو هو بضل لو ربنا مقدرش الوابع معنا هو معنا بوجوده معنا يعني متواصل طبعا إن شاء الله لديك النهاردة ولا ما كانش فيه طبعا 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 شكرا 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 كابتن عيبان ده كان لقاءنا مع مدرب النادي الأهلي طبعا الخلوق الكابتن سامي أمصان بعد الفوز الكبير على فريق غازل محلة بسلاس أهداف مقابل لشيء من اليوم مبروكرا حضرتك ولديوفك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان دي كانت لقائتنا الخاصة لشاشة تميز شاشة قناة النادي الأهلي بعد الفوز الكبير لنادي الأهلي على فريق غازل محلة بسلاس أهداف مقابل لشيء أعود لك من جديد تفضل